صحة عيدكم كل عام وانتم بألف خير ينعاد علينا وعليكم الصحة والهنة ان شاء الله تكونوا كامل عيدتوا بخير وعلى خير وريحتوا شوية هذك العيه و هذك التعب رب يجعلوا كل شي في ميزان حسنات ان شاء الله اليوم جبت لكم وصفة لكتوعاتكم بها قد تكون دار بكتب ودبحت هات السنة نعملكم الطريقة لي نخدم بها هات السمن بديل السمن هذا بديل السمن يناستعمله في المطبخ ديرين طيب بها دايما يعطيني بنا ووصفة ونخدمون من الشحمات الخروف تلعيد نخدم العولة تعامل ميصر الوالو البنات نعمل هذك المعيل او هكذا في الماكلة ديالي تعطيه بالنع لبنه خليكم معي باش نشوفوا الطريقة لنحضروا بها الوصفة التعناتن هاليوم نبدأ باسم الله على بركة الله مع المكون الضروري والاساسي في الوصفة التعناتن هاليوم اللي هو الشحم شوفوا معي ناس اعملت شحمة الكبش تلعيد ما كانش كامل مشحم هاده خروف تلعيد هاده العام اس نقول لكم كانت طري والزبدة وحلو كالعسل بسح ما فيش كامل شحم هاده هو كامل شحم اللي كانش كامل منه شوية هاده شوية هاده شوية هاده الكلاوي وشوية شوية 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 تلعيد تنزيل كل شيء يستغلو ونسفل نضبح الكبش لنا سنقول لكم يخرجنا غير حومات ليانية على تلك اليوم حتى تنزيل كل شيء يستغلو ونقتصو بها في الأيام المقبلة بإذن الله نخدمو بها الثمن ونطيبو به يعطينا حلب النبنيه تقول طيبنا بالحمن و اذهبوا الى كوكوته لاني اطيب فيها في الامن شوفوا معي البنات تجيبوا الى كوكوته ويشوفوا بيار ويشوفوا الماغمية تقدره اللي تحبوا وعملوا فيها وطيبوا فيها مباشرة اطحيها في قلب الغوبه باش نبدأ نطحن هذه الشحم لماذا عملت كوكوته كذلك باش نطحن في قلبها باش من قد تكتل علي موعد لكم عارفين الشحم وليدوه انا اقول لكم موعد في العيد تقوليني موعد لكم مباشرة في القلب وانتقلب جبت الغوبه دي واني نطحن في هذه الشحم ماذا بيكم تستعملوا هكذا الغوبه وهادى الغوبه التي نطحن فيها الكفتة واللحم روعة ماذا بيكم يكون في الدار ولماذا لا تعدكم هكذا الغوبه جيبوا هذه اللوحات التقطاع وفضوه لكل قريطة الشحم وقصوهم قريطة صغر البنات ماذا بيكم تصغروا القريطة الشحم باش يدبوه لكم بسرعة قبل ما يطيب لكم هذه الشحم و هنا عائلة البنتي هي اللي ريها تتحلي روكم عارفين اللعيد خاصوا المتعاونة وكان ماذا بي وكان حتيت لكم فيديو من قبل بصح روكم عارفين مقدنيش كامل وقت حبيت نخدمه لكم نهار لونو ونحطركم نهار زاوج كان ماذا بي قبل ما تسيبوا الشحم وليس صح ما قديتش حتيت نخدمه لونو قالي راجل ياسم خليتنا نحم وركم روكم عارفين مع السخانة خاصنا بسرعة نخدمه ونخبيه لحم قبل ما يفزت عليها خدمتو حتى نهار الزاوج في الليل عاوض طيبتو حتى نهار الثالث ما جي برضو كل شي هدفين بيكتب الى فاتكم الوقت وصائي وكملتم مع الشحم ان شاء الله تسيبوا الفيديو في الايام مقبلة هالي تحتاجوه هنا لني اطحنت الشحم ديالي هذه الكيميات الشحم جيتني كيلوتر الشحم نعطيكم المقادل تا كيلوتر الشحم كل شي بالعبار مشيتني قدي على الغاز شوفوا معي البنتي قديت على الغاز نضيف عليها نصف ملعقة كبيرة تا ملح وهذا الملح هو اللي يخليها ملح اللي يخليها من الملح حافظة بالصحة الطبيعية لا تحتاجين لنا ولا اصحة لنا ولا اصحة لنا ولا ولدنا ولا اصحة لنا لا تحتاجين لنا اصنع منزلي كامل لا تحتاجين لنا كانت متى كبيرة الفضاء الماء لصعة الفضاء مصدفة 250 مللتر و اعتقدت به زوش كيسان في المجموعة 500 مللتر يعني نصف لترم لماذا نعمل هذا الزيت ؟ لماذا نعمل هذا الزيت ؟ لأنه حمدها لم يتم ترميس لن ترميسها لنفضها باستخدامها لنعرفوا ما حمدتها و اعودوا البرد زيت بحيث يابسة ولكن تقولون أن هذه الزيت جينة طريية وفي نفس الوقت كمياء جينة بزيادة وفي نفس الكاس الذي عبرت به لا أخذته ما ووله أقوم بحيثت نعبر كاس تعمل يعني ربعة لتر الماء 250 مليلتر ماء تعمل اضفتوا للماء لتحضر هذه الماء و تأتينا بنينا تتقللنا غاية وتعطي ناحل بالنار هي تكون طيبا في الأول سوف أعطي رائحة سوف تحضر هذه البنات كم لا تحملوا ذلك الرائحة ولكن عندما تبدأ طيبا سوف تحضر هذه الرائحة وخاصة من الطيب بها نأكد لكم الطيب بها هذا السمن كم لا تشعروا بالطيب لديها رسمي هنا تبتمعي الآن سوف نخلط كامل مكونات و ترى الشحم يبدأ الدوب هنا سوف تسرع الدوبة سوف تحضر مطحونة نأكد معكم بالنسبة للنقطة قصيت الشحم قريطات صغر لتسرع الدوب قبل أن تحضر هذه القريطات يدوب كامل حاولت نحرك لتحضر الدوبة و هنا سوف تحضر الدواء سوف تحضر المطحونة لتحضر الدوبة هنا سوف تحضر الدوبة و هنا سوف تحضر الدوبة ثم تحضر الدوبة سوف ترك المطحونة لتحضر البناء يجب أن يدفع إذا كانت السهم لكم لا تفزيج و تصبح لكم عاماً و لا يتصبح الحمد خاصة لكم لا تتعرفها مليح مليح تصبح بها كلمة و لا تكون لديه نقطة و كانت تصبح لديه نقطة تصبح بها لديه نقطة فجميعاً لكم تغمل و تفزيج كيف هي الخليح هذه النصيحة التي قلتها لكم من أجل نقطة و لا تكون لديها نقطة و الآن السؤال المطروح كيفاش نعرفوه في هذه الخالطة دينا إلا را بقي فيه الما ولا ما بقياش إذا استعملوا الطريقات على زمان تجدودنا وتعمواتنا كانوا يستعملوا الفتيلة هاد الفتيلة زمان زمان كانوا يستعملها بقردات عمر زيه يضحيوها في هاداك ليدم في هاداك الخالط ويقضيوها بالنار لا مقداش النار وبقي تشتشي تشتش عارفوا بلي بقي الماء خليواه يزيدي غلي وينشف ولا قدات للكم النار عارفوا بلي راه غلي دام راح صافي ما بقي شوالو الماء تقديلكم النار حتى وكانتكن بقي النقطة تعالما هاداك الخالطة دينا ديركم ما تقديش ودروق البنات نمشي نعمل هاداك التجربة قدامكم وقبلت عينيكم حتى نعرف هاداك السمن ديالي لا صايرة بقي فيه الماء ولا ما بقيش دبت هاداك قردات البابيه هادا ورق المصاص ورق المطبخ وراني ننبرم هاداك هاداك هرقيقة وطويلة نقص القردات ديالي على زوج باش ما نبقاش كل مرة نضيع البابيه ونرفض هاداك اللبو ونغطسه غاية الغاية في الخالطة ديالي ونمشي نقدي النار سواب البريكي ونشي نقدي النار حلوف هاداكا مصاص ونشي نعمل هاداك جرده اللي غدسنا هاداكك الجهة اللي غدسنا هل منشوف ايلا ابطت في هالنار عارف بلي ما بقيش الماء شوفو كي ابطت في هالنار صايي ما بقيش كامل الماء وكان كان بقي فيه الماء ما تقبط ليش النار يبقى اغشت ششت وما تقبط نشي تعارف بلي راباق فيه الماء شوفو كيفاش كدهت لي الفتيلة هاداكدا تعارف وبرلي سايز من دياليالي مريحة واجتا مباشرة نمشي نطفي عليها ونعود نوريكم وحتخره ها عود غدستها هادي نحاود نقضيها هادي شوف هيا باش نتأكد نعم نزوج مرة ثلاثة باش نكون سيوب اللي مبقاش فيها الماء هاو دا كي تقديلي صاي هاو دا كداتري اتان صاي الخالطة ديالي وللسمن ديالي ريها واجدة ورها قابلة الاستعمال نخليها تبرد وتهمد ونعود نرجع لها وهنا البناز راني طافي على القاس بشوف ريها هذا قابلة الغليا طول باش تبرد حبيسي نوريكم شوفوا اللون تعدك السمن ولا تعدك الشحم شوفوا كيفاش تبدل ولكلي شغل ماغون شوفوا باش جينا محمرة ومجمرة وجينا ابنينا ريها مجمرة غاية شوفوا شوفوا ذلك الشوائب شوفوا هادو خاصة نصفيهم هوادي شوفوا اللون ديالها كيفاش تبدل البناز الجسم نقول لكم بنينة عليها كامل نمجيش فيها ذلك الريحة وذلك البنة نخليها تبرد لغاية الغاية ونفوت باش نصفيها ونعملها في البقالات ها يدي السمن ديالي ريها بردتلي شوفوا كيفاش هادوك هادوك الشوائب هادوك هبطل التحت وفوق بقتلي صافية كدهب وقبل ما نمشي نعمرها حبيت نوري لكم شوفوا هاد السمن كنت حضرتها العام ليفات هذه الشحمة العام ليفات شوفوا ريها عام ما صار لها ويلو البنت تقعد حتى كتر من العام ما يصار لها ويلو شوفوا راني في القاعة البقال شوفوا روو على البنت تبقى اللي ترية وشوفوا ما فزدت لاف الحواشيتة البقال ما غملة ما ويلو على خاطر طيبتها مليح مليح ونشفتها غاية الغاية ملمة كي تنشفوها غاية الغاية ملمة ما تخافوش كامل عليها تفزت وكان هادوك البقال حتيتوك هادوك حتول نزيد نعمر فوقه هنا البنات مشيت نجيب البقال ستاعي تزجاج ونجبت الصفاية عندكم خاصكم هاد السمن ديالكم تكون شوية بردة ما تكون شخونة باش ما تحرقش راسكم هنا مشي ضروري تعملوها هكذا في البقال تزجاج معليش وكي تعملوها في البقال بلاستيك وعلا بلاستيكية معليش كي حتى ما تكونش محكمة الغلق معليش ما يصرى الهوال ونبنعت ما تخافوش كامل مشي كما التوماطيش ولا المعجون ولا معليش مهم مهم حاجة نقطة ضرورية خاصكم هذا البقال وعلبة ديالكم وغطاء ما يكونش فيه حتى اطرات المهذا ما كان هذا هو الشرط بتاع السمن باش ما تفزج وتقريف البلاكار مستحوها لفخيجية لا كونجيلاتور لاوالو وتبقى لكم حتى عام ولكتر وهذه هي كامل كمية اللي تحصلت عليها خسارة ما جاتنيش بزاف بزاف على خطر الكبشة هاد العيد ما كانش مشحم بزاف انا نعتمدها في كامل اطباق ديالين طيب بها رقم شرطوني حتى في الفيديوين طيب بها سخطوكي سمن زاد غلى وطلع لو الشر لازم نقولكم غير لايجي بالخير وملاحظة جد مهمة قبل ما نختم معاكم فيديو تنهار اليوم ما خاصكمش تغطيو على هاد السمن والسمن ديالكم عاد سخونة خاصكم تخليوها تبرد تماما وهي هكذا محلولة عاد تغطيو عليها على خطوكي نغطيو عليها وهي سخونة تعملنا هذيك الرطوبة قطعت من الماء وهذاك الماء هو اللي يفزها هنا خليت السمن ديالي تبرد لي شوفوا هذك البوئس صغير هو اللي يبرد لي غاية الغاية خطر كمية صغيرة كي بردت لي وتبرد غاية الغاية عاد تمشي وتغطيوها شوفوا كيف هاش جمدت بس حدوكم افضائكم بالمعيقات شوفوا القوام ديالها ترتفد معنا بكل سهولة شوفوا البوئلات الكبار ومعادة يبردوا ومعادة يتجمدوا وما تغطيو هاش البنات حتى تبرد تماما عادة تخلي وحتاني لكاملة تبرد غاية الغاية عادة تغطيو عليها باش ميعنو نجدوك القطارات من الماء في الغيطاء وقبل ما نختم معكم فيديو تنهار اليوم خاصكم ترفضوا هذي السمن ديالكم بعيدا شفا حتى هي ما تكونش فيها ويلو ويلو الماء وهو ديفوها الأكل ديالكم يعطيكم بنا لبنا سوختو كي تكونوا طيبوا بلا لحم جهدك البنة بنينة والماكلة ديالكم روعة مليوم البنات ما تزيدوش تسيبو حتى الشحم عامة طبختيلي مثال حتى حاجة ما تسيب انتمنى ان الفيديو يكون فاتكم ولو بالقليل حتى يلا فاتكم الوقت هذي المرة كي تسمح لكم بالفرصة جربوه ما تنسونيش البنات بدعواتكم بالخير اللي عندي سوى الدنيا وما فيها وربي يفرحكم ويجازيكم كل خير ويوفي لكم مرة كم تمنين وشوفكم فيديو آخر بإذن الله اشتركوا في القناة